أربعة وهي آخر جلسات الأسبوع بسبب أجازة ذكرى صورة 30 يونيو جدل الخميس بالنسبة لأداء المؤشرات ارتفعت كافة المؤشرات ارتفع المؤشر رئيسي للبورصة بنسبة 71 من 100% وهي تقدر بمية وتمانية نقطة ليصل إلى مستوى 10231 نقطة ارتفع المؤشر سبعين بنسبة 41 من 100% وهي تقدر بمية وتمانية نقطة ليصل إلى 2317 وبدأت الارتفاعات المؤشر المال أوسع نطاقاً ليرتفع بنسبة 31 من 100% وهي تقدر بمية وتمانية نقطة ليصل إلى مستوى 372 نقطة وقد تم التداول على 175 شركة 106 في جانب الربحون و12 في جانب الخاصرون وقد مال المصريين والأفراد نحو الشراء فيما مال العرب والأجانب والمؤسسات نحو البيع ومع ارتفاع في أحجاب مقامة تداول تتصل في نهاية الجلسة إلى 2 مليار جنيه طبعاً شفنا في أداء الأسبوع أن كان فيه ابتدت الجلسات كان المؤشر الرئيسي للبورصة في جلسة الأحد عامل ارتفاع ولكن كان بنسبة ضئيلة كان عامل 25 من 100% وكان نوصل ساعتها إلى 10305 هم نتكلم دلوقتي في 10231 يجب أن نحط في اعتبارنا إنبارح كان في جلسة الثلاثاء كان فيه من الأنواع من الانحفظات بسبب أنباء عن تعرض أحد رجال الأعمال للسجن وهو له أسهم في البورصة وده أثر بالسلب على تداولات خلال الجلسة طبعاً وكان فيه برضو موضوع تحور كورونا إلى دلتا بتأثرها على الأسواق الأوروبية وده برضو أثر على السوق المصرية بالسلب إحنا عندنا طبعاً عديد من الأخبار الجايرة تتعلق بالسوق المصري عندنا فوز مصر برئاسة اتحاد اليورو أسياوي للبورصات حيث حصلت مصر على 23 صوت مقابل 9 أصوات لبورصة سيدني و 6 أصوات لأرمينيا وهي حطوة تأكد تزايد ما كانت البورصة المصري على مستوى الإقليمي والدولي وطبعاً فيه حديثة عن إصدار أولى سندات خضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار وهي سندات الخضراء دي اتجاه جديد لدى إصدارات لدى الدول وفيه اتمام عالمي بيها الإصدار هيكون للبنك التجاري الدولي وعندنا شائلة دخان قررت أن هي تحفظ رأس المال عن طريق إعدام 20 مليون سهم خزينة وعرفين كمان أن البورصة المصرية في أغداً الخميس أجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو طبعاً من خلال تعملته الأسبوع شفنا أن فيه استحواز لبعض القطاعات على الأداء يعني شفنا قطاع الخدمات المالية غير مصرفية كان عامل صدارة في قيادة القطاعات الآن بنتكلم على عودة قطاع العقارات مرة أخرى لصدارة المشهد هو عامل طفارات سعرية جيدة برضو لازم معي حين نخطف اعتبارنا زيارة السيد الرئيس عفتاح السيسي للعراق له تأثير إيجابي على قطاع العقارات لأن فيه العديد من الاتفاقيات ما بين مصر والعراق والأردن هي تتعلق بخطة أعادة الأعمار طبعا شايفين بإذن الله في الأسبوع القادم هو بداية لشهر الجديد فمتوقعين إن شاء الله زيادة من ارتفاع قيم التداول وزيادة من السيولة الدخلة في الأسهم وفصان الأسهم القيادية اللي بدأ يبقى فيها جزء جيد من التجميع عليها شايفين برضو تعاملات الأفراد في جهاز النهاردة عاملة ارتفاعات وده معناها استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر سبعين اللي بدأ يصل لنقاط قياسية وممكن يتخطاها بسيولة المرتفعة عايزين طبعا نتخطى حاجز العشرة تلاف وثلاثمائة نقطة ونرتفع في المؤشر رئيس للبورصة نروح للحداشر ألف نقطة أسوأ بالأسواق العربية المجورة زي لسوق السعودي اللي بدأ يعمل ارتفاعات جيدة عام الأقصى يعني أعلى ارتفاعات فيه من عام 2014 طبعا الأخبار التي تتعلق بنتاج الأعمال ممكن تؤثر بإيجابة على أداء الأسهم القيادية المتواجدة في البورصة ولكن الأهم منها هو تعاملات المؤسسات اللي هي بالدخ السيولة الأقوى في الأسهم القيادية نتمنى طبعا أسبوع أفضل إن شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع وطبعا كل سنة ومصر كلها بكير وسبع سنوات من الإنجازات لكافة المراحل وكافة القطاعات يعني متوقعين مزيد من الأداء الجاية الأقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي وفي كافة المجالات وكل سنة ومصريين كلهم بألف صحة وسلامة اشتركوا في القناة